السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنواصل حديثا على اتجاه السوق أول شيء أعتدر لكم على هذا الغياب الذي طال أسبوع كنت في صفر ولكن كنا نتحدث دائما على الأشياء التي نائشها حاليا كنا نتحدث على التصحيح وقلنا لكم أن ليس هناك بران بتاتا وهذا ما لاحظنا خلال هذه الأيام الكثير من الناس تكبدت خسائر كبيرة أغلب المستشمرين تقريبا لاحظت أنهم اشتروا صلانة 20 دولار واشتروا خصوصا عملة الأبطس الأبطس من العملات التي اشترت بشكل كبير من عند المستشمرين اشترت في أسعار 20 دولار 19 18 17 16 لماذا دائما تتبعون العملات التي صعدت والعملات التي يكون عليها الترويش المشروع إذا أردت الاستشمار فيه يجب عليك أن تستشمر فيه قبل أن يتحدث عليها الناس ومن العملات التي أقول لكم مستقبلا مستقبلا ستصعد دائف أربعين دائف خمسين لدينا عملتان لدينا دي واي دي إكس ولدينا الأوب من العملات التي ستكون لها أهداف كبيرة مستقبلا أول شيء نعلم أن حاليا الأوبتيميسم لا أحد يتحدث على هذا المشروع دائد إيس كذلك هذه العملة كذلك لا أحد يتحدث عليها وتذكروا كلامي إن شاء الله البران القادم هذه العملات ستأخذ الأضواء والأنوار وستكون العملات التي ستشتريها الناس في القمة مثل سولانا الناس اشترتها في مائتان دولار مائتان وخمسين دولار كذلك الأوب دي واي دي إكس سيشتريها المستشمرون في مائة دولار خمسين دولار ستين دولار لكي يبيعوها مثلا أندك سيكون ترويج لكي يبيعوها إن شاء الله مثلا يقولون 300 دولار 400 دولار هكذا دائما المشروع يجب عليك أن تبحث فيه كثيرا وعندما تجد كل الأشياء موجودة في ذلك المشروع مشروع قوي يعالج مشكل قوي مثلا في الأتريوم أو يعطي حلول لبلوكتشين فريقه قوي الحلول موجودة على أرض الواقع ليس كلام فارغ في الورقة البيضاء لا بل وصلوا لنتائج إيجابية وصلوا مثلا في الـ NFT حاليا الأوبتيميسم أول مشروع في الـ NFT كذلك سنتحدث على عملة اشتراها الكثير من الناس البلور كذلك الكثير من الرسائل تصيني على هذه العملة هل هو مشروع قوي هل مشروع جيد هل من الممكن أن نقارنها بأفالانش والعملات الأخرى وكذلك حتى حاليا هناك مشاكل في ستيبل كوين هناك مشاكل في ستيبل كوين ضروري التقنين لا هروبة منه في ستيبل كوين بالنسبة للسوق أول شيء سنتحدث على اتجاه السوق والحركة السلبية التي رأيناها انخفض البيتكون إلى 19500 دولار وهدفنا الذي وضعناه هو 18000 والآن سعاد إلى الـ 21400 دولار حاليا تقريبا في الـ 21 و 168 شوف دائما السوق فيه فرص دائما السوق فيه فرص ما الذي جعل الناس تخسر ما الذي جعل الناس تشري في القمة في الـ 2021 وتخسر كل أموالها هو التصرع هو أن كان يرون أن هناك برّا وصانئ السوق ضروري سيعطيك كل الأشياء لكي تتق وتشتري العملات الفوق صانئ السوق لن يخيفك إذا أراد تصريف عليك والعكس صحيح إذا أراد هو أن يشتري يجب عليه أن يخيفك لكي يشتري أسفل دائما هناك عملية أشتغل بها دائما عمل عكس السوق وليس عكس السوق فقط ترى السوق أين يتجي أين نحن هل فعلا وصلت العملات الرقمية لقيمة سوقية صغيرة أو متوسطة هل وصلنا ومثلا بقينا فترة طويلة في ملحرة الأكيميليشن رأينا كل الناس سحبت كلمة البران رأينا الناس تقريبا نسبة كبيرة كلها خرج من المجال كلها أشياء يجب عليك أن تعتمد عليها أبسط مثال دائما سبحان الله أفالانج دائما نعطي بها المثال يعني كانت 22 دولار وصلت البريحة لـ 13 دولار كل الناس ضيعت علينا الفرصة 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 إذا اشتريت في الـ 20 دولار حاليا خاسر 50% من رأس مالك ولماذا كل هذا؟ دائما نحاول أن لا تتعلق بمشروع كما كان يكون النوع مثلا أفالانج كميتي لو وصلت لـ 50 دولار ولم أشتريها لن أشتريها لأنها موجودة حاليا في السوق حوال 22800 عملة وليس موجودة عملة أفالانج فقط في السوق لا موجودة الكثير من العملات القوية دائما نحاول أن تشتغل بهذه الطريقة بالنسبة لسؤال مهم بعض الناس لم تصبر على ذلك الترويج الذي كان واشترت أسعار مرتفعة ماذا تفعل؟ إذا كنت لم تشاري بكل رأس مالكة من الأفضل اترك ذلك الاستشمار ولما تنزل الأسعار أكثر عزيز فلا أنصحك بالبيع الخسارة لأنك أنت عملت خطأ والحمد لله لم أحفزكم على الشراء قدر ما كنا نقول لكم اشتغلوا على المدى القصير وأي عملة توقيك ربح بيئها بدون عاطفة ولا تدخل بكل رأس مالك وأهدافنا التي كنا وضعناها لا زالت مستمرة شوف كيف يتلعبون بالسوق وكيف يقلبون لك السوق في ضرف وجيز ضرف سريع عملة ممكن يصعد بها إلى 100 دولار من 5 دولار إلى 100 دولار ممكن أن تعود إلى 3 دولار السوق لا يحتاج وقت طويل وهذا لا زال لم يخرجوا أي خبر كبير سلبي لكي يزيدوا التصريف فتجربة لها ضور كبير التجربة لها ضور كبير وليس كل الناس ممكن أن تربح من هذا المجال وعندما سيكون البران فلن يخبرونكم بالبران ولن تكون على عين بالبران ولن يكون الكل يحكي لك في تويتر تدمون تدمون إذا كان الأمر بهذا البساطة فكل الناس سترك أعمالها وستدخل للكريبتو عندما نرى في تويتر الكل يحكي بوران سنضع كل ما نملك في العملات وكلنا سنذهب تدمون ليس بهذه الطريقة ممكن أن تشغل وتحقق أرباح في مجال العملات الرقمية وليس سهلا كما ترى أنت في منظورك الشخصي هناك أشياء عديدة يجب أن تفتح تفكيرك لا يجب أن تفكر بالقرب منك وتفكر في العملات وتفكر عملة فلانية لا يجب عليك أن توسع تفكيرك حتى تحاول أن تفهم حتى كيف يتحكم سانع السوق في السوق في بعض الأحيان يجب عليك أن تطرح على نفسك بعض الأسئلة مثلا لما العملات تصعد بشكل جماعي لما البشكون يصعد لما هو في الأصل يصعد لما هو ينخفض كل هذه تساؤلات يعني بعيدا على تشارت وبعيدا على المشاريع يجب عليك أولا أن تفهم أنت المجال الذي فيه كيف يمشي كيف يتحرك فهناك أشياء عديدة سنحاول أن نضعها لكم إن شاء الله في القناة الأشياء المتعلقة بالجانب النفسي فإذا ركزنا بشكل كبير ونرى أسباب الخسارة خسارة المستشمير هو الجانب النفسي عندما يصل مثلا السوق عندما يرتفع ويراه يرتفع بذلك الشكل الكبير ماذا يقع للمستشمير يقول سأشتري ولو يقع اللي يقع سأشتري ولكي أرتاح شوف كيف صانع السوق يضغط على المستشميرين لكي يشتري ويرتاح تقول ولو يصحح السوق لا مشكلة ولكن في تلك اللحظة وأنت اشتريت العملات تكون نفسيتك جيدة لأنك في تلك اللحظة أنت لست في خسائر وتقول في تلك اللحظة ولو تنخفض علي العملة لن أبيع ولكن عندما تدخل في الخسارة وتخسر من رأس مالك في الحقيقة 50% أو ترى ناقص 50 ناقص 40 أندك تنسى الكلام الذي طمأنت به نفسك عندما اشتريت في القمة ماذا يقع لك؟ تبدأ نفسيتك تتعب أنت تتعب ماذا فعلت؟ تبدأ تقتل بنفسك بهذه الطريقة بهذه العبارة تقتل بنفسك لما أنا اشتريت في هذا السعر؟ هل أنا إنسان؟ كل هذه الأمور وهذه عادي هذه الأمور مريت منها فليمكنني أن أتحدث على هذا الأمر وأنا لم أمر من كل هذه المراحل كل كل المراحل التي يعيشها المستشمر حاليا والتي يعيشتموها عيشتوها أكثر منكم ومع التجربة تبدأ تترك العاطفة جانبا تصبح نفسيته كباردة وقلبه كبارد في المجال والسوق يعني تصل لمرحلة أن السوق ممكن أن تربح منه سواء كان بوران أو بير ماركت أو أي شيء فلهذا لم نريد أن تشتروا في القمة فنعرف أن صانع السوق له كل الطرق لكي يضغط عليك لكي تشتري في القمة وهذا رأينا أكبر متى رأينا في 2021 وكيف الناس شارت بأعينها مغمدة فهذا الأمر عادي يعني الناس حاليا اللي اشترت في الفوق والجيد أفضل أنكم لم تشتروا بكل رأسي مالكم هذا الذي أريد والذي أتمنى فالسوق دائما هناك فرص بالنسبة لي نازلت أشغل كما أنا التداول على المدى القصير في بعض الأحيان أترك كل شيء USDT يعني حتى يعني ممكن تعود لبعض الحلقات بعض الناس عندما أذكر لهم تداول على المدى القصير يبدأون بالضحك كيف نحن في بران ونحن في انطلاق وأن تتبع العملات التي تسعد وماذا سأنتظر؟ يعني أخسر ذلك الربح وأخسر من رأس مالي لا ليس هكذا شوف حتى البيتكون حاليا يعني ها هو الآن وصل للواحد وعشرين ألف وأربعمائة وحاليا في العشرين ألف وتمانمائة وحالي الحركة التي نراها الآن هي استنزاف العملات مثلا سأعطيكم مثلا العملات الرقمية البيتكون لما كان خمسة وعشرين ألف وصلنا إلى تسعة عشر ألف مثلا عملة كان سئرها واحد دولار خفضت كمثال إلى نصف دولار هنا في هذه المنطقة البيتكون مثلا هنا لما عاد للواحد وعشرين ألف وتلسمائة دولار العملة صعدت مثلا بعشرة بالمئة من خمسين سنت إلى ستين سنت ولكن عندما سينخفض البيتكون مرة أخرى ويعود لتسعة عشر ألف دولار وخمسمائة العملة لن تعود للنصف دولار الذي انخفضت له في المرة الأولى في أول انخفاض بل لا سنخفض إلى تلاتين سنت هذا استنزاف للعملات فبالنسبة هناك بعض الأسئلة هناك بعض الناس التي تسألني هناك من يريد الاستشمار فقط عملتان أو عملة واحدة أو أربع عملات سنضع لكم تقريبا عصارة العملات الرقمية في حلقة ممكن حلقة القادمة ممكن نتحدث على عملة واحدة أو تلات عملات قوية 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 هناك بعض الناس التي لديها رأس مال ليس بالكبير جدا وتريد أن تستمر في تلات عملات فقط أو تركز على عملتان وبالنسبة لي بالنسبة لي كتجربة شخصية حول أن لا تتجاوز ثمانية عملات أو عشر عملات في السشمارك هذا إذا كان رأس مالك كبير أما إذا كان رأس مالك مثلا عشر آلاف دولار ست آلاف استثمر في عملة أو عملتان هنا المدى البعيد هذا بالنسبة لي لكي أرى وكل شخص وطريقته هناك من يحب أن يستشمر في عملة واحدة أو عملتان هناك من يحب أن يستشمر في عشر أو عشرين أو مئة عملة أما إذا كنت تستشمر في أربعين عملة رأس مالك مثلا لا يتجاوز لعشرين ألف دولار حتى ولو كان يتجاوز 20 دولار مستثمر في 30 عملة فهذا ليس استثمر فمثلا نقول استثمرت في 30 عملة نقول 10 عملات سعادت 5 عملات مخفضت 6 عملات في مكانهم كميتا إذا ما ستحصل تتجد نفسك أنك كسبت مثلا فقط 10% أو خسرت هناك عملات ارتفعت و هناك عملات مخفضت أما عندما تكون مثلا لخصت كل عملات ووضعت عملة ثان أو ثلاث عملات أو أربع عملات وكل عملة من هذه العملات وضعت فيهم سيولة محترمة هنا سيتكون أرباحك جيدة 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 جدا وواضحة وبالنسبة للسؤال المهم الذي كنت قد وضعته في تويتر أن هناك مشاريع ستكون مثل عملة البوليغون وستعمل ما عملته ببوليغون عفوا نعم موجودة هذه العملات وسنتحدث عليها ولدينا خلاصة إن شاء الله قوية بالنسبة لهذا المشروع بالنسبة لي يعني ليس هو إيكو سيستام كبير لكي أسش ميرخيه يعني مشروع تانوي هناك بعض العملات التانوية هناك بعض العملات الأساسية مثل هذه العملات لا أدخلها في العملات الأولية الأساسية مشروع أنف تي يعني هو منتج ليس يعني إيكو سيستام شبكة كبيرة ممكن أن تأتي لها مشاريع أو منتجات فالإيكو سيستام يكون مثل سولانا مثل أفالانش مثل الأبتو صورة أين هذه العملات أين وصلت مثلا أفالانش تقريبا من واحد دولار وصلت للمائة وسبعة واربعين دولار سولانا كذلك وصلت لتقريبا المائة وستين دولار لأنه إيكو سيستام كبير دخم يعني مبني عليها الكثير من العملات الكثير من المشاريع الكثير من المنتجات هذا الذي أفضله لماذا أتحدث لكم على أفضل شيء استشمل في مشروع بلوكتشين يكون كبير هذا تكون له الفرصة أكبر من المنتجات وكذلك هناك بعض المنتجات القوية التي ممكن ترتفي على حسب الموجة القادمة ما هي كل مرة نرى موجة والموجة التي أراها ستكون هي المشاريع التي لها ستيبل كوين مقننة قوية جيدة أن الآن سيذهب الأمر لتقنين ستيبل كوين أنه لحدود هذه اللحظة لا زال ليس هناك قانون فعلا يؤثر مجال لعملات الرقمية ممكن سينتقل المجال بشكل كبير ولكن أول خطوة هي ستيبل كوين هي التي ستقنن وسنرى لها إطار قانوني يؤطرها أما العملات ستكون في مرحلة الثانية وهكذا لن يكون كل شيء في مرحلة واحدة فبالنسبة لبعض العملات الأخرى بالنسبة لأبطوس أبطوس هو مشروع قوي مشروع جيد ولكن لا زالوا ينشتغلون ما الذي أي عملة أو إذا أردتم مثلا تفاصيل أكثر على مشاريع أو عملات مرخصة أو أي شيء من هذا القبيل لأننا وصلنا تقريبا إلى 22854 أقول لك تقريبا حوالي 90% من العملات يسكى مشاريع لا تستحق أن تضع فيها ولا واحد دولار لك ذلك يجب عليك أن تبحث كثيرا والاستشمار في العملة لا يبنى انطلاقا من دخول إلى موقع العملة وقراءة الويت بيبر الخاصة بهم وقراءة ما يقول لك فريق العملة لا ليس هذا هو معيار الاستشمار في ذلك المشروع المعيار هو أول شيء تبحث في فريق العملة إذا كان الفريق لديه خبرة جيدة أو الفريق لديه استشمارات قبل ومثلا عملوا بعض المشاريع وفعلا نجحت أو باعوا مثلا تقنية أو شيء من هذا القبيل أو برعة اختراع برعة اختراع لجوجل أو أي شركة ونتعرف أن فريق العملة ممكن أن يعمل لنا شيء جيد وتبحث في الشركات وتبحث في البلوكتين خاصة بهم تجارب التي حصلت على البلوكتين هل هناك تجارب تحت الضغط وهل كانت النتائج إيجابية كل هذه الأمور يجب عليك أن تبحث فيها لكي تعلم أن هذا المشروع قوي وفعلا سيعطي X50, 60, 70, 100 وهذا الذي ركزنا فيه على عملات كثيرة وأبرز عملة أبرز مثال هي Avalanche هي Matic هي عملات كثيرة وهارموني عملات كثيرة عملنا هذه الخطوات قبل أن تكون لا شيء العملة ورأينا إلى أي حد كانت وصلت لهذا الفانتوم الأسعار التي كانت فيها تقريبا 0-0-4 وصلت لـ 3 دولار وبالنسبة للمشروع ليس بالأساس أن تشاري عملة صفرية لكي تحقق X100 أو X200 فهناك بعض العملات التي كانت سعرها 1 دولار ووصلت مثلا لـ 300 دولار وهناك بعض العملات التي كانت سعرها 10 دولار ووصلت لـ 2000 دولار ليس المعيار هو السعر بل المعيار هي القيمة السوقية وهذه من الأكبر الأخطاء الشائعة هي العملات الصفري لأن الناس تحب الكمية لما نرى أكبر المشاريع المملكة عند الناس نجد دوج ونجد عملة شيبة بالخصوص شيبة موجودة كثرة في المحافظ لما أن سعرها رخيص والناس مثلا تضع فيها فقط 1000 دولار تشاري كميات كبيرة جدا عندما تدخل لمحافظتك تجد أرقام كبيرة تقول إذا وصلت تبدأ تجربة حاسبة إذا وصلت فقط إلى 10 سن ستصبح معي 60 مليون وهكذا لا ليس هو الاستشمار يجب عليك أن ترى القيمة السوقية ودائما نخذ بالاعتبار أن هناك بيتكون والبيتكون له قيمة السوقية وحاليا وصلت القيمة السوقية لبيتكون حوالي 390 مليون دولار عفوا 390 مليار دولار سننهي الحلقة هنا إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تدخلوا علينا بلايكاتكم بالنسبة لاتجاه السوق المناطق التي كنا وضعناها له هي 18 ألف دولار دخلنا في موجة تصحيح وهذا الأمر عادي جدا بعدما كنا قد دخلنا في إيجابية متواصلة ودامت أكثر من المتوقع فضروري أن ندخل في السلبية ولاحظ معي السلبية كيف كانت حدة النزول فقط بنزول البيتكون من 25 إلى مناطق حاليا 20 ألف دولار رأينا حدة النزول التي حصلت في العملات ما بالك إذا عدنا لـ 18 ألف و 17 ألف و 16 ألف سنرى العملات في أسعار بخيصة المهم لا تبخلوا علينا بلايكاتكم شكرا للإخوة الذين يدعمون الفيديو شكرا لكم بارك الله فيكم شكرا للناس التي تدعم هذا الفيديو بلايكات وتعاليق جميلة جيدة تمتوا في رأيت الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته